بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بناستكمل باقي طرق تحكم في الانبعاسات الغازية. وهنتكلم على الستيج دو كومباستورز. الستيج دو كومباستورز هو اننا الحرق عندي بدل ما انا بضخ الوقود او بضخ الهواء في منطقة واحدة. لأ انا ببتدأ اضخ الوقود او الهواء في منطقة متعددة. هلقي نوعين عندي فيه و الستيج دو كومباستورز و ايه الستيج دو كومباستور. واذا هنتكلم على النوعين دول وهنتكلم على مزاياهم وعلى عيوبهم. فاحنا هنا لما بنعمل هذه العملية برضو الهدف منها الحصول على فيه في الزون اللي احنا عايزانها. يبقى الهدف منه برضو انه انا بقلم نسب النوكس. يبقى الستيج دو كومباستور نوكس انا بعمل عملية ضغط الهواء او الوقود لعملية الحرق على عدة مراحل. فا اول حاجة الفاول استيج دو كومباستور. البيزيك ديزاين الفاول يبقى الستيج دو كومباستور. يبقى الير ثابت عندي زي ما هو وبعد انا في مرحلة مرحلة زي ما هنشوف. لما نجي بص لهذه الطريقة ذا اوبرول كومباستور بلاي ايه ان انا عملت من ثلاثين الى خمسين في المية. او فاول از انشان is injected into كومباستور air from primary flame zone. يبقى انا او ضغط في المرحلة الاونية اللي يكون primary flame zone اللي احنا شفناها. هدخ من ثلاثين الى خمسين في المية من الوقود. طيب باقي الوقود. الريمندر هدخ ازاي. the reminder of fuel is injected down stream. forming secondary flame zone where combustion is complete. باقي الوقود انا هدخه في مرحلة secondary. لو ارجع للشكل او اناك ثلاث مناطق. يبقى انا في المنطقة الاولية بضخ من ثلاثين الى خمسين في المية. في المنطقة التانية بضخ باقي الوقود. when flame temperature approach to 1900. nox start to increase. fuel switch to another zone. يعني بنلاقي. لما في المنطقة الاولية بدأ درجة الحرارة تصل إلى 1900. اروح موقف الضغط عشان هدخ في منطقة تانية. يبقى انا حافظت على برضو فيلم temperature في النهاية. add low power equivalent ratio is around point 8 to achieve high compression efficiency low CO and UHZ and also provide required temperature. يبقى دايما بنقول احنا عندنا هنا عملية تضخ على الوقود على مراحل الهدف منه اننا ما زادش عن 1900 درجة للفليم temperature. وهزاك احنا قلنا الفليم temperature هو اهم عنصر عندنا او اهم عامل عندنا بيتحكم فيه تكون الامدعاسات الغازية. اذا ما احنا منشوف one method fuel staging is selected fuel injections. fuel is supplied only to select combinations of fuel injectors at high light at light of the light and the engine ideal condition. the stage compassion is designed in series. عندي فيه نوعين? فيه series? وده بيكون in axial or in parallel وده بنسميه radial staging. طبعا هزيه معلومات احنا بنقولها لمجرد انك تكون عارف الانجين البتتالي ازاي. لكن احنا في البيئة بيهمنا الهدف من استخدام هذا السيستم وماذا تأثيره على الانبعاثات الغازية. ولذلك بنقول هنا معلومة مهمة جدا. radial stage gives 35% reduction in CO في اول اكسيني الكاربون. وفي نفس الوقت في النقص. لو احنا قررنا with single annual combustible. لو احنا قررنا هذا السيستم بسيستم اللي هو العادي بتاعنا بلاقي ان حصل عندي لو استخدمت الضغط في اتجاه الريديال. حلقى 35% reduction في اول اكسيني الكاربون واليو اتشي سي. و45% reduction في اكسيني النقص. زي ما احنا قلنا الفيول نوزل for staged combustors. وهنا نتكلم بسرعة على principle of failed staged combustors. والفاول staged combustors design. الفاول staged perner design. والفاول staged low perner nox. والadvantages and disadvantages of low knock spanner. ده احنا بنحاول ندي فكرة علشان بعض الناس اللي هي ماخدتش احتراق او مشفتش الانجينز او مشفتش الكلام ده. يبقى عندهم خلفية عن بعض هذه الانواع. فطبعا احنا بنقول انه هوت عندنا ده. فاول نوزل for staged combustors. ادي عندي هنا الانجين وده عندي المناطق بتاعتنا بتاعة الحريق بيضخ في مناطق مختلفة عندنا. يبقى انا بختار بعض النقاط المختلفة لعملية ضخ الموجودة عندي بتاع الفاول على عدة مراحل. طبعا في اشكال كتير جدا ده شكل مثلا بيوضح لنا ازاي برضو عملية ضخ بعندي فيه خط رئيسي المين نوزل وفي عندي البايلوت نوزل اللي هو بدخ الاساس هنا وبعدين بدخ العامل المساعدين كذلك الار الاساسي والار الفارعي بحيث عندي دايما تضخ على مراحل. ودي بعض الاشكال اللي بتديني بعض الديزاين للي هذا الكلام. برضو عندنا لما جادخها عندنا احنا قلنا ممكن دخها على استيج واحدة. ممكن دخها على استيجة ممكن دخها على تلات مراحل وده بسميه سري ستيش كومباشن. وبالتالي بقدر اطلع الاغرور الكومباشن في والاير ريشو. طبعا الاتجاه ده بيضيني زيادة الباور والاتجاه هنا بيضيني اللي هي اللي هي المنطقة دي عنديني اللو امميشنز ريشو. طبعا هذه فكرة عن سريعة عن الشكل بتاع الفاول استيج كومباشن. ده برضو احد الديزاينز اللي موجودة عندنا. ادا عندي المين اير. ادا عندي ال اير فلو. وبعدين ادا عندي هنا الفاول الرئيسي. وبعدين هنا الفاول اللي هو الجزء المساعد اللي بيجي عندنا بعد كده. فهنا بيديني عندي المنطقة دي منطقة الاحتراق الرئاسية. ودي منطقة السكندر اللي اتكلم فيها البايلوت زون اللي احنا اتكلم عليها بحيث ان انا حافظ دايما على توزيع التمبراتشورز. وما يزيتش عن الف وتسعمائة عشان اقل النسب النوكس. ما يزيتش عن الف وتسعمائة عشان اقل النسب النوكس. لما نيجي بالنسبة للفاول استيج دي بيرنر بيزاين. بيبقى عندي جزء يبقى. حافظ دي ليلة الليل ان انا اخذ نسبة من 30-50 كما خورة المطلحة برج ملاحظة برصة الثانية ينوث تحلل إلى نتروجين و أوكسجين بيرجع يتحلل الى نيتروجين واوكسجين الـ Low Nox Purner يترجمون إلى تصوير او الأولى أو الهوضة داخل التصوير وعندما البلنسبل مختلف على تصوير التصوير والمختلف الهوضة أو تصوير التصوير في المنطقة انا عندي فيه الضغط في المنطقة الاولانية والضغط في المنطقة التانية بتاع الوقود حتى لو تكون نوكس في المنطقة الاولية يتحلل الى نايتروجين واكسجين هذا الشكل الموجود عندنا كما رأينا هذا يدخل من المنطقة الحريق في المنطقة الثانية وهذه منطقة السكندري أبدأ عندما درجة حرطة وصلت إلى أن أشغل الضغط الجزء الباقي الذي نعيد السكندري فاول لدي المنطقة الثانية وهذه منطقة السكندري هذا هو المنطقة السكندري فاول كما قلنا دخلنا على مرحلتين مرحلة البرايماري فاول ومرحلة السكندري فاول طبعا الـ Air ماشي عندنا يبقى تمامة الـ Air ثابتة في الحالتين أنا بس بوزع المناطق عشان أعمل أنه توزيع الحرارة بتاع في المناطق كلها يكون متزل وميزدتش عن 1900 كيلفن طبعا ايه مزايا وعيوب الأدفانجز 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 أول ميزة فيه نقص من 40% إلى 65% يعني بيقلل أكاسيد النيتروجين من 40% إلى 65% وده ميزة البيئية اللي احنا تهمنا ده سيوتابل فور كول فايرد أبليكيشن ممكن استخدم الفحم وبعدين بيقول لو أنا عندي 3% أكسجين نقص من 90% إلى 40% بي بي ام بارتوكولي 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 من 50% إلى 100% بارتوكولي من 50% إلى 100% يعني المنطقة تزيد عندي بحوالي مصر أو الضرف يعني من 50% إلى 100% أكثر من البيلنر العادي ان شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل باقي أنظمة التحكم في الإنبعاثات الغازية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر